ويا صباح الخير على جيش كوين فري موقع النهاردة موقع اخطف وجري الربح فيه بيكون من يومين فقط ومن ينفعش تعمل اكتر من حساب الا لو كان عندك اكتر من تليفون وبيدخلوا من شبكات مختلفة مش من نفس الشبكة يعني الربح النهاردة بيكون يومين فقط واخطف وجري. المواقع ازاي كده زي ما احنا عارفين ممكن تقفل في وقت وممكن نقسب منها مبلغ كتيرة جدا وممكن حضرتك ما تشتغلش فيها اصلا في اي حاجة بتعملها بتكون على مسؤوليتك ايش خصية. بالنسبة لتوزيع الهدايا هنأجل توزيع الهدايا يوم اربعة وعشرين ساعة عشان مش بلحق اختار من التعليقات. يعني هدايا امبارح هتتوزع النهاردة في المساء وبتاعة النهاردة هتتوزع بكرة في المساء وهكذا. هنخش النهاردة نشر احتريات الربح النهاردة ومتساش تعمل لايك وتعالى اشرح لك. بيفتح معك بصحاب موقع بطريقة زي كده عشان نسجل في المواقع لزي كده احنا عارفين بنسجل بالجيميل والباسورد وبعد كده باسورد بيكون مرتين ومبروك عليك بيتم التسجيل مباشرة بعد كده بيحولك على الموقع او مواصفات الموقع او بيقولك ازاي اصلا احنا بنكسب من الموقع. والحد هنا بصحاب زي ما قلت لك قبل ما تخش في الموقع كل حاجة بتعملها بتكون على مسؤوليتك الشخصية. ده بيقول لك الحد الادنى بيكون اربعتاشر دولار ده اول باقة. وربحها بيكون في يومين فقط بترجحها هي والربح بتاعها. هنا يدعح هنا الساحب والمتجر بيشتغل في الكتب وفي الادهانات وفي الحاجات اللي زي كده ما يهم مناش الكلام ده بالصحاب وهنا طبعا في تسجيلات يومية اللي هو احنا مسلا بناخد منها ربح يومي. زي ما احنا عارفين فيها عجلة حظ مش بنستفاد منها غير لما بنعمل شحل. فقط طيب ازاي بقى بنكسب ربح يومي زي بصها بالصحاب. اول بقى باربعتاشر دولار بتاخد من اول ما بتسجل النهاردة بتاخد تمانية دولار اللي هو ستين في المية يعني من الاربعتاشر دولار بتاخد تمانية دولار واربعين سنت في نفس اليوم وبكرة بتاخد تمانية دولار واربعين سنت وبس كده مبروك عليه. يا بصصحاب. طيب نفس الكصة طيب بقى رقم اتنين سعرها ربعين بتاخد منها اربعة وعشرين نهاردة واربعة وعشرين بكرة ومبروك عليك يبقى ربحها كام تمانية دولار. وهكذا بتاع مية خمسة وتلاتين بتاخد منها سبعة وتمانين النهاردة وسبعة وتمانين بكرة وهكذا بيكون ربحها اكتر يعني كل ما بتعلا في البكات كل ما الربح بتاع حضرتك يكون اكتر. ولكن ايه الفكرة? ان الربح يومين فقط. بتسجل النهاردة بتاخد ستين في ال Somebody من الكيمة بتاعتك وببقرة بتاخد ستين في الもية ومبروك عليك بالصحاب ده ربح الموقع النهاردة. الربح المدة واحدة فقط اللي هو بتسجل النهاردة تسانة اربعة عاشون ساعة تاخد نفس الربح مبروك عليك اخطف واجري. والحد هنا زي ما قلت لك ممكن يقفل الموقع فلازم تبقى عارف المحاجات دات كويس. يا بالصحاب. طيب عشان بقى تشتغل في الموقع هتشتغل ازاي? شوف انت هتشتغل في باقع رقم كام. هتروح تشحن الموقع. وبيكون برضو على مسؤوليتك الشخصية. بتشحن عملة دولارة على شبكة ترون. بتشحنها من اي مكان من اي عنوان او اعفل من اي محفظة او من اي منصة موجودة عن حضرتك. طيب ببعت القيمة كاملة يعني مثلا اربعتاشر دولار او الباقة بتوصل كاملة في الموقع وبروح على طول على الباقة بدوس عليها تفعيل. يعني انا دلوقتي دخلت الرصيد لسه ما تفتحتش الباقة مش زي المواقع التانية. لا لازم ادخل دلوقتي اقول له تفعيل الباقة. على سبيل المثال. انا الباقة بتاعتي بكسب منها مبلغ كل اربعة وعشرين ساعة. سعرها دلوقتي اربعمائة وعشرين دولار. مش بقول لك اعمل زي. انا بشرح تجربتي. يا بالصحاب. فبقول له شراء. سواء كان بقى بقى رقم واحد اتنين ثلاثة اربعة خمسة. انا اشتريت دلوقتي نزلي ستين في المية من الرصيد بتاعي مباشرة. اللي هروح دلوقتي على طول اعمله تخريج من الموقع. او اسحب الرصيد. ممكن اسيبه برضو لحد ما اسحب الرصيد التاني بكرة. واسحب نفس الرصيد ورأس المال مع بعض. بس اللي رايحك. يا بالصحابي. يبقى هنا متين تلاتة وسبعين دولار. بنختارهم ازاي? او بنكسب منهم ازاي? او عفهم بنسحبهم ازاي? تحتها بالزبط سحب. بنختار السحب. وبتيجي حضرتك في اول خانة بتكتب متين تلاتة وسبعين. وفي الخانة اللي في النص بتجيب المحفظة بتسحب. بالمناسبة ده تاني يوم سحب. عشان كده المحفظة متسجلة. واخر خانة بتكتب الباسورد ده بصحابي. يعني الرصيد. الرصيد بيوصل لك في نفس الوقت. في نفس الوقت اللي انت بتسحب فيه بيوصل لك. ولكن بيعتمد على المنصة او المحفظة اللي انت بتستقبل عليها الرصيد. ده بياخر ممكن ما بين تلات دايات لحد سبعة دايات. ولكن هالمعتاد بيوصل في نفس الوقت. طيب بالناس اللي هي عايزة تعمل احالات. ما ينفعش ابو صحاب تعمل احالات في الموقع ده الا في حالة واحدة فقط. لو عندك مسلا اكتر من جهاز موجود عندك بس الاجهزة ما تكونش بتدخل على نفس الشبكة. يعني دولة مسلا موجودين على نفس الواي فاي ما ينفعش ان انا اعمل احالة من هم. هتظهر حساب واحد اي دي وبالشكلة ده هتتحزر ليه بقى ما ينفعش تعمل حسابات لان الموقع ده بيدفع يوم اربعة واشنين ساعة بيرجع لك الربح بتاعك كله. زي ما قلت لحضرتك. لحد اجهزة شرحت لك كل حاجة بس اشتعمل لايك ونشوفه الجديد على